ايه الشروط اللي انا ممكن لبس بيها الحجاب وفي نفس الوقت اخد الاجر كامل بس غير تكون غير الحجاب الشرعي يعني ايه شروط حجابي انا طبعا مش عارف ايه اللي في ذهنكم من كلمة الحجاب الشرعي يعني فيه شرعي ايه زي جيبة وفيه غير شرعي هو الشرعي هقولك علشان اريحك لا يصف لا يكشف لا يشف تلات حجات وكلهم اخرهم اف لا يشف لا يكشف لا يصف ف لو انها يعني عملت التلاتة دول باي بقى زي ما بتقوله style او اسلوب في اللبس هي حرة لكن التلاتة دول هل هي ظهر والشهة وقديها وكفيها مع لا يصف لا يكشف لا يشف يبقى هو ده المطلوب مش شكل معين من اشكال الحجاب هو اللي اسمه شرعي واي حاجة تانية اسمها غير الشرعي لا هو الذي لا يصف لا يكشف لا يشف هو ده الشرعي ساعتنا سنة في بنات بتلبس بناطيل واسعة يعني ده يقبل ولا لا مرة سألوني في الجامعة زمان من 20 سنة فقلت لهم انا مش ترزي انا بعرفكم احكام ربنا حكاية ان انا ادخل في الفاشون والبناطيل المتقطعة وبعدين المضة تغيرت من متقطعة لمش متقطعة والحاجات دي انا ليش تدخل بيها انا ليه دعوة بانه لا يصف لا يكشف لا يشف حاجة سهلة في امانت الله السؤال فلسطايل بقى ده حكاية تانية طيب اتفضل اقول لو الزملت مش محجبة عادة اتعامل معها ولا نتعامل معها لما دخل جعفر الصادق بلاد ما وراء النهر لقى اغلب الستات لسه الاسلام داخل قريب في المناطق دي السيد جعفر الصادق ماية مية وخمسين هجريا يعني بدري والاسلام دخل البلاد دي فالستات ما كانوش متعودين على الحجاب فسألوه اتباعه انه يا السيد جعفر دلوقتي كل الستات مش لابسة وكلهم مش ملتزمين ما عرفوش الحكم ده لس فانا ودي وشي فين دلوقتي انت بتقولولي غض البصر اغض بصر عن ايه ده كل ما بص الاقي واحدة مش محجبة ما نهاش على ان احنا نتعامل معاهم ولا وقف الدنيا ولا كذا لا انما الحالة دي كانت موجودة وعلينا بان احنا نغض البصر على قدر المستطاع فاذا الاجابة على سؤالك لا هنتعامل وهنتعامل مع كل المجتمع وهنتعامل مع كل الحالات ونجعل هذا من قبيل المواده اللي مأمورين بيها بين المؤمنين موسيقى